السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيلم اسمه جسر على النهر كواي ده بيحكي قصة أسرة بريطانيين في معسكر الياباني واليامانيين كانوا عاديين يبنوا جسر في تايلاند فبيجبروا الأسرة انهم يبنوا الجسر دوت على اساس ان ينقل القطر وين الدبابات وين المدرعات فهم بيشغلوا بريطانيين مكبرين انهم يشتغلوا واثناء المام الشغلين بيخططوا كيف يفجروه لانهم يخدم اليابانيين طيب الاشاد من الفيلم دوت او الجزء الخاص بالبيم انهم لما جم يعملوا الفيلم قال لك هنعمل نموذج على اساس ان نمثل عليه تكلفة انشاء النموذج كتأضعف أضعف تكلفة انشاء الجسر الحقيقي يعني الجسر الحقيقي معمول ان هو يتحمل القطرات ويتحمل دبابات وضرعات بس تكلفته كتألب كتير من تكلفة المودل اللي تعمل اول حاجة الاجل العاملة لان هو استخدم جنود واستخدم اسرف ودول ما بيخطوش حق خالص وده يخلي السناعة برخصة كدا وما يخليش اي حد يقدر نفسهم في السوق ويدمر الاقتصاديات العادية تاني حاجة المودل نفسه اللي احنا عملناه على الكمبيوتر ما بيتكلفش حق خالص انما لما تجي تعمله في الحقيقة هيكلف كتير يعني مثلا لما تجي تبني سد عالي مثلا فانت محتاج ان انت تتجرب التصميم بتاعك يمشو فممكن تعمل نهر مخصص على جنب فرعة منه وتبدأ تشوف المودل ده ممكن تكلفة انشاء الفرعة ديت وانشاء التصميم تكون اضعاف اضعاف التكليف الحقيقي بس عشان ده مشروع قومي فما بتفريش معك الفلوس لان حياة الناس اهم فهي الفكرة كلها ان احنا بدأ بدل ما كنا نتكلف كتير وممكن نقعد ثلاث سنين على ما نعمل المودل ده بين ان نعمله على البيم ونعمله على الكمبيوتر فاتمنى تهتموا بموضوع البيم دوت وخشوا على القناة بيم قريبية على اليوتيوب هتلاقي فيديوها بتشرح فكرة البيم موضوع البيترين